تعالوا نشوف خبرنا الثاني هو إعلان وزارة التموين والتجارة الداخلية عن بدء الأوكازيون الشتوي اعتبارا من 27 يناير واللي بيستمر لمدة شهر علشان يتم خلاله عرض السلعة اللازمة بأسعار مخفضة للتخفيف من معاناة المواطنين خبر مواطنين خبر مواطنين خبر ده بدري شواء محمد بعد ما اشتريت قولي الأوكازيون هدى 27 ماشي الأوكازيون ان شاء الله خلال شهر ده هيلزم كل المحلات اللي هتدخل في الأوكازيون هتشارك لمدة أسبوعين فقط ده طبعا المدة المحددة ولكن في اتفاق مع الجهات المعنية على المعاد ان مراعاة امكانية الأوكازيون ممكن يزيد شهر إضافة عشان يعيد الأم طبعا كل سنة وكل أمهاتنا بخير وبعدها بترجع مرة تانية الأسعار القديمة زي ما كانت قبل التخفيض خلينا نستقبل اتصال من الأستاذ أحمد أبو الفضل مدير إدارة العامة لرقابة تجارية بوزارة التموين عشان يوضح لنا تفاصيل أكتر عن الأوكازيون يفندم صباح الورد كل سنة وحالك طيب وأوكازيون سعيد بإذن الله يا رب علينا على جميع طمنا كده يا فندم إيه الأخبار وإيه الاتفاقات اللي حصلت مع المحلات المشاركة أولا فندم هو قبل إصدار قرار معالي دكتور الوزير ببدء الأوكازيون الشتوي لعام 2020 يا فندم الصادر فيه قرار رقم 11 لساعة 2020 تم التنصيق أولا مع الاتحاد عام لغرف التجارية لأن حركة احنا لمشغلش بجزء منعزلة ده فيه التنصيق تام وتنصيق تام بينه بإتحاد عام غرف التجارية لأنه هم مدفل معاليين بالتجارة في مصر وتمر اتفاق على أن يبدل التصوير المعصومية الأولى لعام 2020 في سبعة وعشرين واحد 2020 تمام من يوم الاثنين يعني تمام مدة الوكازيونة في أندم هي شهر على أن يكون لكل محل أسبوعين دي نمرة واحد نمرة اتنين الهدف من الوكازيون أساسا هو تحريج البضاعة الموجودة في المعاملات وتنشيط حركة التجارة ده بيتباع طبعا إجراءات نحن بنعملها بالتنصيق مع الاتحاد العام والتنصيق مع جهاز حماية المستهلك واتساقا مع النهج الذي تتبع بعض الشركات والمحليات تلكم بإجراءات تغفرات على معرضاتها من المنتجات تتنزل تأس مناسبة في العديد من المناسبات ومنها طبعا الوكازيون الشهر فهي فرصة لكل من التأجر والمصنع والمستهلك في اقتناع الأشياء بأسعار تبدو أنها متناول الأيدي وهو فعلا دوة اللحظ أول حاجة طبعا احنا بنشاهد الأخوة تجار لمساهمة الفعالة في التجاوب مع متطلبات الأشياء المصري وخاصة البيئة بأسعار معقولة يكون متناول المواطن البسيط دي حاجة هي فأنا أنا بشكرهم عليها جدا الحاجة التانية التنابم والتناسق بين وزارة التموين ومدرياتها اللي هي أزرع وزارة التموين 27 مدرية فيه تنسيك تامي ويكون أنا بشتغل في بطاقة واحدة بحيث أن في المنتج النهائي بيبقى متاح للتاجة والمصنع والمستهلك لكن الأكازين يفندم بيغطي كل الجمهورية مش بس محافظات القاهرة والوجه البحر لا يفندم 27 مدرية شكرا جزيلا الأستاذ أحمد أبو الفضل مدير الإدارة العامة للرقابة بوزارة التموين كنت معنا من القرى خبر مهم علشان كتير من الناس بيحتاجي يشتري حاجات في الفترة دي والأهم أبو حميد في الخبر أن أجهزة الدولة مركزة لأن كتير مننا ممكن نفقد الثقة شوية في المحلات إن الأوكازيونات دي مش حقيقية لا ما يقول إن غرفة تجارة موجودة في المتابعة ما تبقى الوزارة التموين بنفسها موجودة 27 وكيل وزارة 27 مدرية موجودين فأعتقد المحلات هتلتزم بالأوكازيونات الفعلية اللي هكون موجودة داخل المحلات